رابا ديفيد أرغب في سؤالك إذا تفضلت يعني أنتم طيار ضد الصهيونية اليهودية ضد الصهيونية الإسرائيلية اللي بتمثلها دولة إسرائيل وبتتكلم عنها بشكل مباشر وصريح لكن هذا أمر ليس سهلا ليس سهلا أن تكون ضد الصهيونية اليهودية سواء في إسرائيل أو على المستوى الدولي هل تشعر بأنكم يعني تحدثون أثرا ما أم لا حسنا من الصعوبة بمكان أحداث الأثر ولكن هذا هو ديننا بالطبع سوف نثابر لحقيقة عقيدتنا هذا مقبول بالفعل ونظرا لأنه وأننا باسم اليهوديون الجمعاء نحن نحاول أن ندفع عن ديننا وعن مبادئ ديننا لأن هذه المبادئ تستخدم ويساء استخدامها تعلينا لهذه الهجمات الوحشية ومثل موجات العنف نحن ندعو لرب العالمين أقول هذا خطأ تماما لأنه وبالطبع فيما يتعلق بسؤالك هل نحدث تأثيرا أم لا أود أن أقول نعم ونحن بالطبع ليس بالضرورة أن يكون هذا التأثير سريع الوثيرة مثل البروباجندا التي تلوقها الصهيونية وما إلى ذلك ولكن على العالم أن يتفاهم موقفنا بالطبع مع مرور الأوقات فإن العديد من الأشخاص سوف تنهض من غفلتها وتدرك أن ما يحدث كل هذا خطأ عايز أسألك هو هل من السهل أنه حخام يهودي رجل دين يهودي أنه يمشي متجولا في الأماكن العامة وهو لابس عالم فلسطين حاول عنقه الأمر يعتمد على أي منطقة يكتن بها لأن إذا ما ذهبت إلى الأشخاص في بعض الشوارع أشخاص يتفهمون ما يحدث بالطبع سوف يتمحونون ذلك ولكن إذا ما ذهبت إلى منطقة يسيطر عليها الصهيونين فبالطبع هذا يمثل تحديا كبيرا وأود أن أحد أن أفسر هذا الأمر مرة أخرى هي نقطتان في غاية الأهمية لماذا أن الديانة اليهودية تعارض الصهيونية؟ علي أن أبدأ بأن مبادئ وأساسيات المبادئ اليهودية هي تقول أننا خلقنا لنعيش في المنفع هذا هو مبدأ عقيدتنا وأننا نصلي وندعي وندعو الله رغبة في تحقيق السلام في البشرية وتحقيق السلام هذا بالطبع أصبح ممنوعا ومحزورا لدى الصهيونية وبالطبع يحدث الاغتصاب تحدث السرقة تحدث الاحتلال في فلسطين هذا لا يمثل فقط انتهاكا للقانون الدولي بل انتهاكا للعقيدة اليهودية ومبادئها كذلك هل نقبل ذلك؟ بالطبع لن نقبل ذلك وعلينا أن ننهضى ونقول لا ونقبل إزاي بيتم استقبال كيف يتبع